دكتور نبيل حضرتك يعني الأزمات المختلفة اللي احنا بنمر بيها كجزء من العالم ومن ضمنها برضو أزمات ثقافية وإعلامية يعني وتوعوية إذا جازت تعبيريا هنتكلم في أكتر من موضوع بس خليني أبتدي مع حضرتك باستضافة الجمعية لللقاء الشهري اللي بينظموا المنتدى المصري للإعلام واللقاء كان الشهري ده بعنوان الإعلام والقضايا الوطنية ومن ضمن الحضور كان يافت الحبر جليل الأنبياء رمية الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرتودوكسي واللي هو طارق المهدي رئيس المنتدى المصري للإعلام والمؤرخ دكتور خالد الميري والعالم الجليل دكتور حافظ شمس الدين أهم التوصيات اللي خرجتوا بيها من هذا اللقاء طبعا هو يعني لقاء هام للقاية لأننا بنعاني في مصر من الإشاعات الإشاعات لابد أن تواجه بالإعلام الحقيقي الإشاعات لأن هي حرب من الحروب اللي هي بتضد المجتمع المصري من خلال طبعا الكمبيوتر من خلال الإلكترونيات بصفة عامة فكان لابد أن يبقى فيها توعية كيف نحارب هذا حفاظا على مصر وعلى الشعب المصري أيضا فلابد أن يكون هناك وعي وعي موضوعي من خلال طبعا الإعنام الموضوعي والأمين مع هذا الشعب ولذلك اكتم تناول الأركان الأساسية للإعلام وكيفية نشر الحقيقة نشر الحقيقة تكون من مدارس نشر الحقيقة تكون من تمثليات والأفلام نشر الحقيقة أيضا من الإعلام نشر الحقيقة أيضا من دور العبادة اللي هي برد من خلال طبعا في هذا الحال بس تكون موضوعية فيما تقول وحقيقية يعني لا تنج نحن مينا أو يسارا مش بس دور العبادة المجموعة اللي أنا قلتها لحضرتك دول عشان يصل الحقيقة إلى الشعب المصري في هذا الشأن ونحن في مرحلة يعني انتقالية مع العالم كله اللي هي الحرب الأوكرانية الروسية الأمريكية الأوروبية يعني العالم كله بيحارب سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في هذا الشأن طيب دكتور نبيل الإعلام بيمر بمحنة كبيرة في العالم كله الحقيقة وبالتالي في مصر طبعا إنه اتخلق لك دلوقتي إعلام بديل وكل واحد بيعمل قناة ودي بقى سهلة جدا ويقول أي حاجة ويجيب أي مصادر ويحلل ويأكد على وجهة نظره بدون أي يعني عايز أقول إيه بدون أي مرجعية علمية حقيقية لقواعد هذا الإعلام أو حتى لتأثيراته على المجتمع ما ممكن واحد يبقى عامل قناة شان يجيله فلوس وفولورز يبقى كل يوم بيدور على أكبر حدثة ففي النهاية تحس إن مصر كلها حوادث وما فيهاش أمان ويدا يضررنا جدا في مجالات أخرى فالإعلام البديل ده بيكتذب شرائح أعزهم يعني إنها أكبر بكتير من اللي إحنا بنكتذبها كإعلام يعني تلفزيوني منظم ليه قدر من الثقافة العلمية والمرجعية وووو تفكر المعادلة دي حلها إيه ولا هي ملهاش حل لا هي طبعا زي ما حدك تفضلت الكلام ده مضبوط لكن لابد نضع في الاعتبار أن الإعلام يتطور مع الأجيال زي ما كل حاجة بتتطور ويبد أن هي تعامل بالتطور الحديث في هذا المجال هذه ليست مشكلة مصرية ولكنها مشكلة العالمية لأن هناك حرب بين الدول الكبرى فيما بينها فتلجأ إلى الإشاعات تلجأ إلى الأكاذيب في بعض الأحيان ولذلك لابد أن يكون هناك دفاع مضاد لها بعرض الحقيقة بطريقة غير مباشرة أو بطريقة أعلمية حديثة ولا يقتصد هذا على التلفزيون أو الجرائد أو خلافه ولكن يدخل أيضا في الكمبيوتر يدخل أيضا في الموبايل يدخل أيضا في كل هذه المجالات المفتوحة زي ما حدك تفضلت لابد أن نقومها والحقيقة هي أقوى من الإشاعات بس لابد أن احنا نتناولها بالطريقة الجديدة وبالحديثة التي يتناولها من يقوم بعمل إشاعات في المناطق التي يريد أن يهدمها وبيحاول أن هو يفكر أكثر لابد أن نكون تقليديين طبعا حضرتك كده يعني تطرقت لما هو أبعد من مجرد الإعلام الاجتماعي بتاعه اللي مش فاهم حضرتك تطرقت بقى لإعلام ممول وممنهج ومتآمر وده موجود في الدنيا كلها طبعا يعني النهاردة مثلا الحقيقة أسلك صدري جدا نفتاح الرئيس لمجمع مصانع الرملة السودة الحقيقة وحسيت أن بلدي يعني وسط ما العالم كله بيقول طب بس هنأكل إيه بكرة لا عندها خطة والمشروع كان بقى له ثلاث سنين بيتدرس المجمع فيه ست مصانع خمس تلاف فرصة عمل لغا دلوقتي فعلا اتحققت أربعة مليار جنيه مصروف عليه بقى جاهز لاستثمار الرئيس نهاردة كان بيدعو كل الرجال الأعمال في القطاع الخاص كمان عندنا استثمارات أجنبية أكيد حيفرزها مثل هذا المشروع هل ده بيدي حضرتك إحساس بأنه مصر ماشي على خطة واثقة وعرفة كويس هي بتعمل إيه لأنه طبعا أعدائك أول ما ستقول إيه مؤتمر اقتصادي يقولك أوه مش عارفين الاقتصاد بتاعهم رايح فيك تقول حوار وطني يقولك اتفرق دول بيلملموا أي حاجة من الناس عشان ما عندهمش رؤية وما عندهمش اتجاه وما عندهمش خريطة الطريق لابد إن أنا أتحدث عن الحقيقة هل إحنا بنعمل مؤتمر اقتصادي عشان مش لقيين؟ لا إحنا بنعمل مؤتمر اقتصادي عشان نطور الناحية الاقتصادية في مصر وندرس ما هي نقاط الضعف اللي موجودة بكي نتجنبها هذه حقيقة أمام الدعاءات فاشلة النهاردة إذا بنعمل هذا المجمع لابد إن احنا نعرف إن ده يعالج رفع الأسعار يعالج المشاكل الصناعية والزراعية يحاول أن يجذب الاستثمار الخارجي لمصر مع التطورات يعني النهاردة إذا كنا بنتكلم على مؤتمر الاقتصادي المؤتمر الاقتصادي بيشوف اللي العوائق أو العقبات التي يجدها المستثمر في هذا الشأن وتحاول أن تسهل وتقترح على الحكومة كيف يتم تسهيل وإطمئنان المستثمر سواء كان المصري أو الأجنبي في هذه الحالة هناك حالة في العالم تتنافس فيها الدول لجذب المستثمرين لابد إن احنا ندخل ونكون أحد الأجزاء لدينا حاجات كتيرة جاذبة موقع والخارات السويس النهاردة في حاجات كتيرة قوي والعدد الموجود في مصر أو الكسافة السكانية هي كسافة استهلاكية فدي هتكون دايما لصالح المستثمر إذا حميناه كان هناك حماية للمستثمر عشان ما يندمش في يوم الأيام أنه هو جيه هنا هو وهي يعني كلمة بتنتشر بسهولة شديدة وهناك التنافس حتى في أفريقيا النهاردة هناك تنافس على جذب المستثمر للاستثمار في الدول الأفريقية شكرا للمشاهدة للمشاهدة شكرا للمشاهدة